وينضم إلينا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي أهلا بك أستاذ رائد نتحدث في البداية عن التذبذبات الحادة في الأسواق الأمريكية يوم أمس برأيك من العوامل الرئيسية التي تسببت بهذه التذبذبات يعني كان الأسبوع الماضي أسبوع نوعا ما أحمر بالنسبة للأسواق الأمريكية هبوط وحاد وبشكل واضح وبدأ تعاملات هذا الأسبوع الأسواق الأمريكية ببعض من التعافي نوعا ما ومع ذلك المستويات التدانية ومؤشرات الداوجونس عاد مجددا للارتفاع بأكثر من 1500 نقطة طبعا هذه الارتداد أو هذه التذبذب بواسع النطاق وبنتيجة انتظار قرارات مهمة فيما يتعلق بالتغير في السياسة النقدية من غير المتوقع أن يكون هناك أي توجه لحوة رفع أسعار فائدة أو تغيير في أسعار الفائدة في هذا الشماء ولكن كم مرة سيقوم بالرفع ومتى سيبدأ الرفع ممكن أن يبدأ الحديث عن ذلك الفدرالي خلال هذا الأسبوع نعم طيب أستاذ درائد أيضا هناك التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا أحدثت هزة كبيرة في سوق الطاقة هناك يعني لو تبين لنا ذلك كيف أثرت هذه التوترات على سوق الطاقة هناك وعلى أيضا الأسواق الطاقة العالمية يعني كان يشهد النفط إن صاحة تعبير تراجعات واضحة خلال نهاية التعاملات الأسبوع الماضي لكن مع هذه التوترات الجيوسياسية غذت أسعار النفط وتمكنت من الارتداد مرة أخرى بالاتجاه الصاعد بالتالي ما يتشهده الآن من تماسك أسعار النفط نحن نتحدث عن 83 إلى 84 دولار للبرميل الآن يتم تداولها بالنسبة لخام غرب تكسس هذا المستويات مدعومة بالتوترات الجيوسياسية لو لا هذا العامل ممكن قد شهدنا أسعار النفط تهفط مجددا دون مستويات 80 دولار للبرميل وذلك خوفا من التغيرات في السياسة النفطية كذلك الأمر التغيرات في الطلب المتوقعة في ظل وجود وفرة المعروض إن صحة تعبير ولكن ما يحدث الآن هو بدعم هذه التوترات الجيوسياسية نعم أيضا في ظل هذه التوترات الجيوسياسية ما توقعاتكم لمستوى الذهب لا سيمة مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية صحيحة سندات الأمريكية تخفضت عنها من 1.9 إلى 1.7 كذلك الأمر عندي التوترات الجيوسياسية كل ذلك ساهمة بدفع أسعار الذهب لمستويات أعلى تقريبا نحن نتحدث عن 1842 دولار للأنصة كانت مستويات محورية تتحرك عندها أسعار الذهب ولا تزال متمسكة بها حقيقة الغبوط التصحيحي إلى مستويات الأمريكية نكون صحي جدا لموجة صعود أخرى جديدة على أسعار الذهب ونستذكر سابقا أن كلما توجه الفدرال الأمريكي وبدأ بعملية رفع أسعار الفائدة نستذكر 2016 كيف بدأت أسعار الذهب الارتفاع من 1.300 حتى وصلت إلى أعلى قمة لها عند 2.73 دولار للأنصة بالتالي سيناريو صاعد مرجح وكبير على أسعار الذهب نعم السيد رأد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر